حصدت مملكة البحرين المراكز الأولى بأربع جوائز في مؤتمر دبي الدولي لأمراض الجلدية 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة بجدارة وتميز من أطباء الجلدية بمجمع السلمانية الطبي حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في مؤتمر دبي الدولي للأمراض الجلدية 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستطاعت الحصول على الصدارة في البحوث المقدمة من ضمن بحوث مقدمة من دول حول العالم فقد استطاع الوفد المشارك من قسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي اكتساح المراكز الأولى بأربع جوائز حيث حصدت الدكتورة فاطمة خمدا من قسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي الجائزة الأولى في أفضل حالة مقدمة من ضمن 26 حالة ضمن بحوث مقدمة من دول حول العالم وتمكنت الدكتورة زينب المصلي من حصد الجائزة الأولى في مسابقة علم الأنسجة وتمكن كل من الدكتور حسن أنور خلف والدكتورة فاطمة خمدا الحصول على الجائزتين الثاني مكرر في امتحان البورد التجريبي للأطباء المقيمين وقال الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة بأن وزارة الصحة تفخر بأطبائها العاملين بمجمع السلمانية الطبي والذين خطفوا الأنظار بالتكريم بأربع جوائز متقدمة وفي الصدارة مؤكدا بأن هذا الإنجاز الدولي شرف كبير لمملكة البحرين يضاف إلى الإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في المحافل الدولية وفي جميع التخصصات مشيرا إلى أن فعاليات الدورة السابعة عشر من مؤتمر ومعلد الدبي العالمي لأمراض الجلد والليزر دبي ديرما يعد من أكبر التجمعات الطبية للأمراض الجلدية في الشرق الأوسط شارك فيها أكثر من 276 محاضرا ومتخصصا من أطباء الجلد والتجميل وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة مريم باقي مشريفة التدريب بقسم الأمراض الجلدية بمجمع السلمانية الطبي بداية المسألة الخير الدكتورة مريم ونهنئكم ونهنئ البحرين حقيقة بهذا الإنجاز يا أهلا أخي علي ومشكور ما تكثر نعم دكتورة مريم يعني كما تعلمين البحث العلمي لا شك هو أساس للتقدم كما يساهم في تطوير المجتمعات يعني من هذا المنطلق يعني ماذا تقدم مثل تلك الأبحاث للبحرين وما قيمة ومردود هذه الجواز طبعا أخي علي أنت تعرف أن الطبيب هو في عملية تحصل علمي من بداية ما يلتحق بالبورد التدريبي إلى آخر ما يتقعد من المهنة لأن مهنة يعني مجال الطب مجال متجدد وفيه أشياء بديت على طول تطلع خصوصا لأنك تتعامل مع أجساد يعني تتعامل مع أشخاص فيحتاج تكون مطلع على كل ما هو جديد فالمشاركة في مثل هذه الأبحاث تعطي الطبيب فرصة أن يدرس ويقرأ ويطلع على الأجدد والأفضل فيستطيع أن ينافس أقرانه ويقدم الأفضل من ناحية العلاش والتشخيص طبعا وهذا اللي نطمح له في مجمع السلمانية يقدم الأفضل لمرضى وهذا هو الهدف من هذه الأبحاث العلمية نعم طيب دكتورة يعني هذه لا شك هذه الإنجازات لا تأتي إلا بمتابعة وتدريب أيضا وتخطيط وتبادل الخبرات يعني هل لك أنت ضعينا في صورة ما يقدمه مجمع السلمانية الطبي في هذا الإطار أكيد طبعا أنت ذكر نقطة جدا مهمة أنا أحب أشكر أيضا قبل ما أقول لك عن التفاصيل وذات الصحة طبعا مثلا بسعادة الوزيرة ووكيلة وزارة الصحة الدكتورة عايشة بعنق وإدارة التدريب مجهود رائع صراحة ويعني سابورت كامل مثلا بدكتور محمد السواجي دكتور إيوان الدوسري ووكيل وزارة الصحة للتخطيط التدريب دكتور محمد العوابي فيعطونك المجال مفتوح وأرضية خاصة يدعمون دربوا علموا أرسلوا دكتور يتعلمون ويطورون فلما يكون عندك سابورت ويكون عندك أرضية مفتوحة تقدر تبدع وتقدر تخرط أطبائك في هذه البرامج التدريبية وتفتح الأفق يعني ينطلقون من مجرد أثوار المستشف يطلعون المؤتمرات في المحافلة العالمية ويشاتفون إثم البحرين وهم في النهاية أيضا يستفيدون ولاحظوا معا إخوة عالي أن هذه كلها في النهاية شنو ينصب لمطلحة المريض لما يكون طبيبا مطلع وقاعد مع الدكتور من الديرة الفلانية ومن القارة الفلانية يقدر يعطيك راي بثقة أكبر وعنده باكراوند أكثر وخبرة ريتش أكثر فهذه هو اللي نحن نطمح لها لنبغيه نعم الدكتورة مريم باقي مشرفة التدريب بقسم الأمراض الجلدية بمجمع سلمانية الطبي شكرا جزيلا لك